كان روي كورتز لاعب كرة قدم في فريق شباب مانشستر رينايتد عندما كان عمره خمسة وعشرين عاما وكان يحلم بأن يكون لاعبا محترفا في الفريق الأول ولكن لسوء حظه في أغسطس 2012 تغير مستقبله بالكامل وهذه هي قصتنا اليوم عندما كان يقود روي كورتز سيارته عائدا للمنزل بعد التمرين تعرض لحادث مريع حيث بدأت السماء تنطر بغزارة وهو في طريقه للمنزل وبسبب المطر الكثيف الذي منعه من رؤية الطريق بشكل جيد استضم بشاحنة كبيرة وانقلبت سيارته وصل رجال الإطفاء والإنقاذ فورا لمكان الحادث وبعد ساعة من محاولتهم للوصول لكورتز وجدوه لا يزال على قيد الحياة ولكنه مصاب بالعديد من الكدمات والتورمات مما جعلهم يسرعون بإحضار هيلوكوبتر ونقله إلى المستشفى بعدما كشف الأطباء على روري تبين أنه أصيب بنزيف داخلي في الجمجمة ودخل في غيبوبة ولم يتمكن الأطباء من تحديد كم ستستغرق أو متى سيستعيد وعيه ولكن المفاجأة عندما أفاق روري بعد ستة أيام فقط الصدمة الكبرى التي حلت بالأطباء وبعائلة روري نفسه حدثت عندما قام الأطباء بإعطاء اختبار ذهني لروري للتأكد من سلامة عقله فتفاجأوا به يخاطبهم باللغة الفرنسية وبمنتهى الطلاقة في البداية توقع الأطباء أن تكون الفرنسية هي اللغة الأم لروري وأنه ينتمي لعائلة من أصول فرنسية ولكنهم بعد أن خاطبوا أفراد عائلته أخبروهم بأنهم ليس لهم أي أصول فرنسية ولا يوجد أي فرد في العائلة يتحدث الفرنسية وأن روري لم يدرس يوما الفرنسية سوى مبادئ قليلة حين كان في المدرسة لذا كيف يتحدث بتلك الطلاقة الغريبة وحتى أن اللهجة التي تحدث بها بدت وكأن اللغة الفرنسية هي لغته الأم بالأخير اكتشف الأطباء أنه أصيب بما يدعى بمتلازمة اللكنة الأجنبية والتي تتسبب في التحدث بأي لغة أجنبية بشكل تلقائي إثر إصابة حادة في الدماغ الأمر الأكثر غرابة أن روري كان يعتقد أنه نجم هوليوود الشهير ماثيو ماكونهي حتى أنه قال أنه يرى وجهه عندما ينظر بالمرأة بعد مجموعة من العمليات الجراحية والعلاج الذهني لروري بتواجد عائلته حوله وكثرة الحديث معه عن نفسه وبعد عدة شهور عاد معهم إلى المنزل بعد أن اقتنع بأنه روري وليس النجم السينمائي الشهير ولكنه على الرغم من ذلك ظل يتحدث الفرنسية بسبب الحادث قام روري باعتزال كرة القدم واليوم يعمل كحلاق في مسقط رأسه ولكن الأمر الجيد أن متلازمة اللكنة الأجنبية لم يتعافى منها ولا زال يتحدث اللغة الفرنسية وبطلاقة وعلى الرغم من أن ذلك الحادث أنهى مستقبله في عالم كرة القدم إلا أنه أنقذه من مئات الدروس في اللغة وجعله ماهرا بها دون أن يتكبد أي عناء وهو ما يجعل الأطباء حتى يومنا هذا حائرين بحالة روري لأنهم اعتادوا على رؤية تلك المتلازمة ولكن أثرها يزول بعد تعافي المصاب إلا أن روري لا يزال محتفظا بتلك الميزة ترجمة نانسي قنقر